اشتركوا في القناة مع حكم رئيس الجمهورية الموريتانية الحالية محمد ولد الشيخ الغزواني وتحدث المدعوى السيد على ولد أحمد الذي وصف نفسه بأنه عقيدة سابق في الجيش الموريتانية أمين عام الجبهة الوطنية للتغيير عن أوضاع سياسية واقتصادية وتربوية صعبة تمر بها موريتانيا تستوجب حسب قوله تحركا عاجلا لإصلاح الأوضاع قبل الانهيار الكامل ودعا الرئيس السابق في الجيش الموريتاني أحمد ولد حسنى أحد أبرز قادة الجبهة الوطنية للتغيير عبر فيديو متداول على نطاق واسع محليا في موريتانيا إلى تغيير نظام حكم ولد الغزواني بالقوة قادة تنظيم الجديد شادو في مؤتمر صحابية بتى مساء الخميس عبر منصات مواقع تواصل الاجتماعية بحكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز منددين بما تعرض له من ظلم خلال محاكمته بتهمات الفساد مطالبين بالخروج دفاعا عنه ونصرتها نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء